بقناء والذي يقام بكلية العلوم بقناء التفاصيل والزميل هانشحة يعتبر البحث العلمي هو الدور الرئيس للباحثين والعلماء وإن تقدم الجامعات يأتي بالاهتمام بالبحث العلمي في المقام الأول ولا تدخل جامعة جنوب الوادي جهدا في دعم المؤتمرات البحثية والعلمية وذلك للنهوض بعملية البحث العلمي حيثنا سعداء النهاردة بانعقاد هذا المؤتمر في جامع الجنوب الوادي وده المؤتمر الرابع لكن كل سنة بيبقى فيه تغيير وفيه تطور كبير هائل السنة دي حاضر معنا طلاب لأول مرة طلاب في مرحلة البكاريوس من أسوان ومن المينيا ودول حاصلين على مشروعات بحسية من أكاديمية البحث العلمي وطبعا فيه عندنا عدد كبير من المشاركين سواء كان من كلية العلوم أو من الهندسة أو من الحاسبات والمعلومات من الجامعة وعدد كبير من الأبحاث الحياة بيشاركوا فيه لكن المهمة في المؤتمر ده أنه بيلتقي الشباب الباحثين وبيتعلم كويس خالص كيفية إلقاء البحث وكيفية تتضرب على عمل البحث العلمية لأنه ده بهول اللي بينقله مستقبلاً للمؤتمرات الدولية اللي احنا المفروض بنضمح إليها بالنسبة للباحثين من جنوب الوادي وده يمكن انعكس إيجابياً على الجامعة وخاصة في تقدم الجامعة في المواقع العلمية وبين الجامعات سواء كانت جامعات على مستوى مصر أو على مستوى الجامعات العربية أو على مستوى الجامعات الأفريقية أو حتى على المستوى الدولي النهاردة في عدد كبير من المشروعات البحثية مشاركين فيها كجنوب الوادي بحثين من مختلف الكليات وبيشاركوا وحياة بيحصل اتصال كبير من الجامعات من الاتحاد الأوروبي بيطلبوا مننا المشاركة في بعض المشروعات البحثية كمان احنا عندنا داخل الجامعة عملنا مكتب كبير للبحث العلمي وخاصة بالعلاقات الدولية وفيه عدد من الزملاء العزاء اللي هم مهتمين بهذا الموضوع ودرسوا بره وعارفين كويس خالص كيفية التعامل مع الخارج هم اللي بيبهم يسؤلون وكيفية الحصول على الدعم المناسب للبحث العلمي المؤتمر الرابع شاب الباحثين لقطاع العلوم الأساسية والهندسية ده واحد من خمس مؤتمرات لخمس قطاعات المؤتمر شاب الباحثين بدأ في العام 2013 كمؤتمر عام لكن واستمر في نسقطه الثانية والثالثة كمؤتمر عام لكن في نسقطه الرابعة احنا بدأنا نقسم حتى نزيد التخصصية كليات الجامعة للقطاعات المختلفة المتعارفة عليها قطاع العلوم الطبية الباطرية والزراعية وتوعقد وعقد مؤتمره في ديسمبر قطاع العلوم الطبية أيضا عقد في ديسمبر اللي هو الطب والتبريض والصيدل والأسنان والأعلاق الطبيعي ده المؤتمر الثالث في سلسلة مؤتمرات شاب الباحثين لهذا العام وهو خص العلوم الأساسية والهندسية لا تقارب التخصصات العلوم الأساسية بمعناها الكبير في سواف الكيمية ولا الفيزياء الرياضيات الجيولوجيا العلوم البيولوجي العلوم الهندسية الهندسة الميكانية الهندسة الكهربية الهندسة المدنية كل ذلك له فرصة المشاركة المؤتمر كما قلت في كلمتي أنه مخفض الرسوم بمعنى الرسوم الاشتراك لا تكاد تذكر وذلك تحفيزا من الجامعة ورئيسة السلطرة عباس منصور لدحم شاب الباحثين لفرص المشاركة المؤتمر معناه تلاقي الخبرات معناه عرض بحثي وفرصة كبيرة أن أتعامل مع منهم أكبر مني كيف أعرض بحثا جيدا كيف أستفيد من خبرات الآخرين كيف أجري مناقشة علمية المؤتمر يضم حتى مجموعة طلاب البكاليريوس الذين لهم مشروعات بحثية كما تعلم أن في البكاليريوس في الهندسة والعلوم هناك ما يسمى مشروع التخرج وبالتالي المشروع عندما يترجم لبحث علمي من خلال طلاب ومشرفين ويمكن نشر في مجلات علمية دولية ليكون مردود على المجتمع بالطبع وإعداد باحث في هذه التخصصات وفي هذا لترجع عقد مؤتمر شباب الباحثين الرابع في العلوم الأساسية والهندسية والذي تشارك في تنظيمه كلية العلوم والهندسة والحاسبات ونظم المعلومات بمشاركة عدد من الباحثين في مجالة العلوم التطبيقية والذي ينقش أكثر من خمسين بحثا منها تسع وثلاثون بحثا من كلية العلوم وثماني أبحاث من كلية الهندسة وثلاث أبحاث من كلية الحاسبات والمعلومات المؤتمر في حوالي خمسين بحث منهم تمانية بالنسبة لدينا من جامعة أسوان وفي حوالي ستة من جامعة المينيا دولة ممكن نجينا بهم طلاب ودولة حاصلين أساسا على دعم من جزارة البحث العلمي ودي شيء كويس أنه بدأت الطلاب نفسها تسعى لأنها تكتب مشاريع وده اللي احنا عاوزينه يعني وتقدر تجيب دعم أو فاند اللي أبحاثها العلمي في تسعة وثلاثين بحث خاص بكلية العلوم دولة مدرسين مساعدين ومعودين وفي منهم بعض الخارجين كلها معظمها أبحاث تطبيقية طبعا لأنها كلها أبحاث احنا بنسعدها من أن تكون أبحاث تطبيقية عشان تكون مفيدة بالنسبة للمجتمع نعرف المشاهد معنا كلمة أبحاث تطبيقية يعني بيسروا تطبيقها في الواقع وخدمة المجتمع بها أكيد هو في نوعين من الأبحاث فيها حاجة يسموها أبحاث أكاديمية أبحاث تطبيقية أننا خدت أبحاث أكاديمية حولتها إلى أبحاث تطبيقية الأبحاث تطبيقية أقدر أن نستفيد منها في الواقع كلية الهندسة مع كلية العلوم بيعملوا مؤتمر شباب البحثين الرابع النسخ الرابع من المؤتمر كان فيه الثلاث نسخ اللي جابل كده كان مؤتمر عام لكل التخصصات فبدأوا يبقوا فيه قطاعات مختلفة تبقى للتخصص والتكامل بين الكليات المختلفة في التخصص فبتلاقي أن كلية الهندسة فيه تعاون لصيق بينها وبين كلية العلوم في التخصصات زي التخصصات بتاعة المواد الهندسية تشترك مع بتوع فيزياء تشترك مع بتوع كيميا ففيه مشاركة ما بين التخصصات المختلفة في كلية علوم والتخصصات في كلية الهندسة كلية الهندسة مشاركة بتمن أبحاث في مجالات الهندسة الكهربية والهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية في التخصصات المختلفة بالنسبة لنوعية البحث أنا بعمل بحث إلقاء في مجال الكيمياء التطبيقية الكيمياء البولومارات وتطبيق البوليمر ده أنا بحضر مخلق بولومارات جديدة وببدأ أطبق البولومارات دي في تقدير الخلايا الشمسية لأن طبعا أنت عارف أن الفترة اللي جاية دي كلها هتبقى أن نعتمد اعتماد كلها على الطاقة المتجددة ومصادر مختلفة للطاقة فبدأت التطبيق بتاع الشغل بتاعنا في مجال الخلايا الشمسية العضوية والحمد لله توصلت نتائج كويسة في الشغل ده والنهاردة بانشر بيبر بتاعتي دي في مجلة دولية وفي نفس الوقت في المؤتمر في بحث إلقاء وأحابب أن أشكر جدا الرئيس الجامعة وسيادة النائب اللي مشاركته هم ودعمهم ومسمر لشباب الباحثين في الجامعة والمؤتمرات دي طبعا بتكون فرصة كويسة جدا لتلاقي الفكر العلمي المختلف وبرضو بيدي لك فرص جديدة مثلا في الناس متخصين في نفس التخصص بتاعك أو مختلفين بيدوك برضو نوطس معينة في المجال بتاعك أو في الشغل بتاعك بحيث أن هم يساعدوك أو يسهل على الباحث أن هو ينشر البيبر بتاعته ويلاقي جدل علمي سليم يوفقه في الوصيل للهدف البحثي العلمي المطلوب منه مؤتمر شباب الباحثين الرابع الذي تنظيمه كليات العلوم وكلية الهندسة وكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة جنوب الوادي هو طفرة في مجال المؤتمرات الأبحاث التطبيقية من أجل إفادة المجتمع من محافظة قناة عدس المدسير يوسف ومحدثكم عن نشحاتها لأخبار البيب